هلو كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لشهر يونيور رح حاول احكي فيها على احوال العاطفية وكذلك حتى العامة بس رح ركز اكثر على الوضع العاطفي الى برج الحمل بدي اقول ونويها الى شاغلي لانه هاذي القراءة انطبق على البرج الشمسي قمري طالع في امكانية انه تكون قراءة عكسية وخاصة للعلاقات العاطفية رح تحدث كذلك حتى عن العذاب لبرج الحمل رح نشوف شو بخبئ لون شهر جون بداية برج الحمل عم شوف طاقتك كأنه انت عم شوف عندك راغبة ملاحة انه تبتعد عن كل شي عم يسبب لك قلم عم شوفك في حديث مع النفس عم تتقلم مع حالك عم تحاول انه تلاقي طريقك بالحياة عم شوفك كأنه تتجه او تبحث عن طريقك بالحياة عم شوفك مو تبتعد عن كل الامور التي عم تجيب لك سواء كانت علاقة سواء كان عمال سواء اي شيء ممكن وارد جدا انه يكون حب حب او علاقة حب عم شوفك عم تبتعد وعم شوفك عم تعيد حساباتك برج الحمل اوكي بالنسبة لطاقة الشريك فانا عم شوفه لهذا الشخص ممكن تتعامل مع برج نارية او مائية او ترابية وارد جدا ان تكون تتعامل مع برج العذراء عم شوفك عم شوفه للشريك هذا الانسان كتير محبوب بحسه شخص محبوب كتير شخص حاسس انه بحب حاله بيشوف حاله كتير ممكن شايف حاله حتى اوكي عم شوفه مبتعد عنك اوكي عم شوفه مبتعد عنك اوكي عم شوفه مبتعد عنك في فراق في خصامات في ابتعد اوكي كأنه حسم القرار انه تبتعد عن بعض ممكن تكلمت وانتو يا برج الحمل انتو والشريك على انه تاخد قرار ترجع لورا او تبتعد عن بعض اوكي في قرار اخد بشكل العلاقة عم شوفك حتى انه انت بارم ظهرك تجاه هذا الانسان عم شوفك عم تتدهر بطاقة الانسان اوكي عم شوفك تاخد طاقة الانسان كأنه اخده قرار انت والحبيب انه ما تحكوا مع بعض وكأنه حسمته قراركن اوكي عم شوفك ذلك حتى هو مصدوم جدا مصدومة انه بتعد عنك انه افترقتو اوكي ممكن في غرور بالعلاقة شوي وكل واحد عندو كبريئ كتير عالي لهيك انتو ما ملتو خطوة انه ترجعوا لبعض في نوع من الايغول كتير عالي وعم شوف على انه هذا الانسان يفتقدك يا برش الحمل اوكي كتير مصدوم انه بتعد عنك حتى انت لا انكر انه عم تقاوم انه بتكابر يا برش الحمل عشان تنسى هذا الانسان وعم تعمل يعني مجهود كتير اضافي عشان تحس بسلام داخلي ممكن لهيك انا عم شوفك عم تبتعد وعم تاخد عزلي مع نفسك عم تعديد قراراتك كتير يعني كأنه بتقاوم هذا الاحاسيس اللي عم تجيك ببالك ممكن عزت نفسك وكبرياءك الكتير عالي ما بيخليك انه تضل مع هذا الانسان او ممكن جرحك قالك كلام ما عم انه حسيت حالك انت نهانة كرامتك لهيك انت تخد قرار انه تبتعد عن هذا الانسان اوكي بالنسبة عم شوف بالنسبة للشريك عنده راغبي ملحي سراحة انه انه يرجع يعني هذه العلاقه الى ما كانت اليه عنده هيك راغبه داخله حتى لو لم يحكيها لك او لم يبضي هذه الاشيه لك هو عنده راغبه داخله انه العلاقه تستمر ويكون فيه صلحه بس بالنسبة لعائلك عم شوفك حتى عندك مشاكل بالعائله عم تخليك تخليك حتى عندك عائق انه تستمر بالعلاقه عندك مشاكل عائلية او هذه العلاقه سببتلك مشاكل عائلية خليتك انه تراجع كتير اشيه ممكن انت تتعامل مع برج الاسد او تتعامل مع برج الثور عم شوف برج السيرطان الحوت عم شوف كدلك برج العبراء اوكي ام سراحة في كبريق كتير عالي في كتير كبريق وهيك عم يعني هاد الورقي بتأتي لتأكيد هاد الامور يعني كأنه في كبريء عاليف بالنسبة لأيلك وبالنسبة للشريكة كذلك عم شوفك بالوقت الحالة أنت موجوع جدا موجوع جدا هذه العلاقة ومن الشريكة كذلك وممكن تحس أن العلاقة يعني وصلت لمرحلة لا يمكنها الرجوع أو يعني صياغة العلاقة من جديد عم تحسوا أن العلاقة وصلت لمرحلة لا يمكن تطور فيها بالنسبة له هو يرغب عنده رغبة شديدة أنه تكون في رجع أنه يكون في صلحة لأنه عم شوفه عنده باب يعني كأنه فاتح قلبه أو فاتح يده لا يمسك الكاس كاس الحب بس أنت بالعكس أنت حاسس بخسار داخلي وفي ألم داخلي ما فيك تقاوم هذا الألم سراحة أول علاقة ما تظهر على أنه في كبرياء كثير عالي في حنين لبعض عم تحنه لبعض أنت عم شوفك متألم أكثر من الشريك الآخر كأنه كبرياءك تحطم وبرج الحمل عنده كبرياء كثير عالي هو برج العسد كثير كبرياء عالي وما بي كأنه بيحس حاله نخدش داخليا بالنسبة صراحة للخطوة القادمة ما عمشوف خطوة عمشوف أن الأوضاع راح تظل هيك جافة بيني تقن راح تظل في قطيعه راح تظل في في ابتعاد عن بعض وكل واحد راح يذهب لطريق الابتعاد اوكي بس في يعني أنا عمشوف في كسرة قلب كتير كبير إلا أنا عم تظهر في كسرة قلب وفي وجع في بالوقت الحالي ما عم تظهر لي حتى هذا مستقبل العلاقة عند التطور لأنه في كبرياء كتير عالي وكمين عمشوف على أنه الورق ينصحك للتجاه إلى التأمل إلى البحث عن الذات اوكي إذا كانت هذه العلاقة تجرحك أو تعطيك أشياء سلبية ما عم تخليك تتطور حاول أنه تبحث عن أشياء أخرى ترتقي بها روحيا اوكي الصلاة البحث عن النافس الكتب تقرأ كتب علم نفس أنه تطور من حالك هذه الأشياء عم تساعد الإنسان أنه يتطور روحيا بس ذا العلاقة عم تعمل لك كأنه أنت عم تهوي بك إلى الظلمات نفس عميقية وأنه عم تفكر بشيء من السلبية لا لحيك عم يقول لك أنه حاول أنه تكون متفاعل بالحياة أنه لازم تكون positive ما تخلي شيء سلبي يعكر صفو حياتك أو دهنك أو تخليك أنت عم تفكر بسلبية حاول أنه تاخد الأمور بسلاسة حتى لو ما كان هذا الإنسان هو المناسب لإلك حاول تطلع على الأشياء الإيجابية بالحياة حاول تكون إيجابي والعلاقة يعني كتسبت منا خبرات يعني هذه الخبرات رح تساعدك بالمستقبل بالعلاقاتك بكتير أشياء بالنسبة للوضع العام أو الوضع عم شوف على أنه في شيء جديد رح هيكون بجانبك أو الحط رح يكون بجانبك شيء يتعلق بممكن إذا عندك راغبة أنه في أطفال أو في إنجاب ممكن يكون في إنجاب أوكي عم شوفك بهذا الشهر عم تعطي صدقات للناس عم شوفك تحتم بالجانب الروحي أكثر عم شوف كدالك حتى عندك اهتمامات كتير يعني كأنه عم تعمل توازنات بالحياة عم تتجه نحو العمل وكدالك عم تتجه نحو الجانب الروحي والصداقات والاهتمام بالآخرين أوكي بس عم شوف في باب رح يفتح أمامك هذا الباب ممكن يكون إذا يعني كنت بحث عن طفل أو عم شوف على أنه في ممكن في أو في احتمالية أنه تكون حامل للمرأة عادي أكيد وإذا كنت رجل يعني ممكن زوجتك تحمل أوكي ما عم شوف كدالك على أنه عم شوفك تتجه للعزلة عم شوفك تتجه للعمل بس العمل بعزلة ما عم شوفك عم تخالط الناس عم شوفك محدد كأنه حدد أو قعد تحديد كتير أهداف بالحياة كأنه عم ترسم أهداف جديدة بالحياة هذه الوقفة مع النافس اللي أنت عم تمر فيه بشهر شون عم تخليك عم ترتب أهدافك عم ترتب أولوياتك عم تاخد الأمور بشكل آخر عم شوفك عم تشتغل عم تهتم بالشغل وتحقيق مرادك يا برش الحمال عم شوف كما يعني ممكن بهذا الوقت عم شوف أبواب تفتح إذا كنت عم تبحث عن عمل وخاصة الناس اللي عم تشتغل اللي بدت عمل يعني مثلا ممرضين أطباء بكل ما يتعلق بالنوتشورين أو بالمساعدات الناس الآخرين فعم شوف أنه هاته الأبواب ستفتح عم معمك ممكن كذلك على أنه ستفتح كتير أبواب خير وخاصة إذا كنت بالفترة السابقة في مشقات وفي عناء كتير كبير فأنا عم شوف الأمور رح تتحلحل إذا كان عندك ركود بالعمال عم شوف الأمور بالعمال عم تتحلحل كذلك عم شوف في راخبة أنه تحقق أهدافك وأحلامك الدفينة عم شوف في مدخول ماد بجديد رح يأتي إليك برج الحمال لهيك بيقلك stay optimistic يعني ضل إجابة أنه الأوضاع ستتغير الحدس رح يكون بجانبك وفي أبواب يعني عم شوف في أبواب جديدة رح تفتح إذا أنت بتشتغل بموضوع معين فممكن تغير وجهة نظرك أو ممكن أبواب رزق جديد تفتح أمامك بس ممكن أنت لازم تعمل الخطوة ممكن في صدقية أنت عملتها يا برج الحمل ستقف أمام أهدافك ستقف لمساعدتك في تحقيق أحلامك كأنه الكرمة رح تجازيك على هذا الهدف أو على هذا الخير التي عملته بتحقيق أهدافك عم شوف على أنه الوقت الحالي أو جون يخدم تطلعاتك العملية والتطلعاتك الروحية أكتر من العلاقات ما عم شوف العلاقات ركزة معك بس يعني الحمد لله في طاقة جميلة جدا مما يتعلق بالأوضاع العملية بالنسبة لطاقة العزاب عم شوف في شخص من الماضي رح يرجع يحكي معك رح يحاول أنه يجدد العلاقة أو يبدأ بداية جديدة معك عم شوف أنه بيظهر بطاقة دفول أو بالدلوفر كذلك يعني ممكن يكون من برج الرزعة أو من برج الثور عم شوفه عم يبلش حكي معك بهذا الوقت وعم يريد يعني إبداء أو يريد صلحة أو بداية جديدة معك بس عم شوف أنه أنت أنت يعني متخوف جدا من العلاقة ما عم شوفك عم تغامر كتير عم كانه أنت متخوف ومساك الأبيب عم شوفك كذلك على أنه أنت فكرك مشوش أو إذا عندك خلفية أو إذا كان عندك تخوف أو كانت عندك حلوة من الماضي مع هذا الإنسان فأنت متخوف أنه تبدأ بداية جديدة معه عم شوفك بتراجع أو روياتك يعني متخوف جدا ممكن إذا حتى في رجعة مع بعض أنه في صلحة ورح تفتح له باب الصلحة فأنا عم شوفك هذا يعني هذه العودة رح تاخد وقت ممكن رح تدروس العلاقة أو رح تدروس هذا الشخص تدروس نيته كتير أو كي سراحة عم شوف عم شوف في رغبة أنه هو يكون معك عم شوفه بقدن كاس الحب عم شوفه حتى هو تغير أو كي كأنه مر من مرحلة حاولي راجع أولوياته كذلك حتى هو لأنه هو مر من مرحلة الديث أو الموت الموت الفع مش الموت الفعلي بس هو موت مجازة يعني انتهاء شيء وبداية شيء الإنسان هذا مات فيه شيء واكتشف أشيء أخرى كأنه بدأ عنده وعي خاص ممكن هذا الإنسان تكتشف أنه أنت الشخص المناسب أو اكتشف فيك أشيء ما كان عم يشوفه قبلا وتعرف عليها و اكتشفها و راجع نفسه و عم شوفه عم يرقي يعني عم يتقدم لك عم يطلب السماح يعني عم يطلب راجع أوكي هيدا كل شيء صراحة عم يطلع لك يا بروشي الحمال أتمنى لك كل الخير والمسرات و ما تنسوا تعملولي لايك سابسكوائب